تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اشتركوا في القناة الموت والزوال لا قبة لها ومن أعظم الأسباب في خشية الله وتعظيم حرماته التدبر القرآن والاكثر من تلاوته والتفكير في المصيد بعد الموت ماذا يكون بعد الموت والتفكير في القبر هل يكون روضة من رياض الجنة أو حورة من حفر النار ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنسوء هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار فالتفكير في هذا والعلاية بهذا الأمر من أسباب خشية الله ومن أسباب تعظيم الله ومن أسباب المسارع على مراو الله ترجمة نانسي قنقر